موسيقى السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج سوريا اليوم روسيا على لسان نائب وزير خارجيتها بوغدانوف وسفيرها في الأمم المتحدة تشوركين تدعو نظام بشار إلى الاستماع لتوجهاتها والكف عن التصريحات التي تنسف سبل التوصل إلى حل سياسي بعد تصريحات المعلم بأن قوات النظام تسعى إلى بسط سيطرتها العسكرية على كامل التراب السوري وتركيا تواصل قصفها لأهداف تابعة لمناطق سيطرة الأحزاب الكردية شمال سوريا لليوم الرابع على التوالي لمنعهم من السيطرة على الحدود التركية السورية وردا على العمليتين الإرهابيتين التي حدثتا في اليومين الماضيين من أجل ضرب استقرار الدولة التركية ومنظمة أطباء بلا حدود تصرح بأنها تعرضت لمئة هجوم على مشافي تابعة لهاب سوريا عن طريق قصف منشآتها من قبل القوات النظام والقوات الروسية وتدعو المجتمع الدولي والأعضاء الدائمين بمجلس الأمر للحفاظ على حياة المدنيين في سوريا وقصف مدفعي من قبل نظام بشار على درع وريفها يؤدي إلى سقوط أربعة مدنيين والطيران الروسي يستهدف المحافظة بغارتين ويخلف العديد من الضحايا والجرحة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر